دمعات صغيرة فارقة وموقف شديد الأثر باغتها في أعز أحلامها غلفه تصرف مفاجئ من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على هامش زيارته الأخيرة إلى مدينة الجريات عندما أبكى الصغيرة كما لم تبكي من قبل قبل أن تنتهي تلك الواقعة الفريدة من نوعها بتصرف ملكي غير متوقع رصدته عدسات الكاميرات أمام الجميع فما القصة؟ بكت الصغيرة الحالمة كما لم تبكي من قبل فحلمها الطامع في رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سرعان ما تبخر وزيارته التاريخية إلى القريات ربما لن تتكرر في القريب العاجل خاصة وأنه من بعدها لم يحط رحاله من جديد على أرض المدينة التي فتح جميع كبارها وحتى صغارها أذرعهم لاستقبال خادم الحرمين الشريفين تجهزت ابنة الخمسة أعوام لاستقبال ضيفها الكبير لكن على ما يبدو أن الأمور لم تسر كما كان مخططا لها فأعاقتها الحواجز الأمنية عن تحقيق حلمها وغادر الملك دون أن تلمس يده أو تقف في حضرته فرجعت إلى بيتها خائبة مضطربة بها ما بها من صدام داخلي ربما لم تكن تتوقع أن تعيشه فأراد والدها أن يستفسر عن السبب فجاءه الرد بكلمات صغيرة من بين دمعاتها لائقة على عمرها تستفسر بدهشة لماذا جاء الملك إلى القريات ولم يزرنا في بيتنا علم الملك بكل بادارة خاصة بعدما نشر والدها مقطعا مصورا لها عبر منصات التواصل الاجتماعي تداوله السعوديون بشكل واسع حتى تحقق الأميرة الصغيرة حلمها في رؤية والدها ووالد الجميع لم يكن أديوان الملكي بمنأن عن ذلك وسرعان ما أخبر الملك سلمان بما حدث له في القريات فقرر العاهل السعودي أن يستقبل الفتاة في حضرته ويحقق حلمها بأن تستقر بين ذراعيه هادئة مسالمة وعلى الجانب الآخر لم تتوقف دمعات الصغيرة حتى جاءهم الخبر اليقين اتصال من الديوان الملكي يؤكد لقاءها ووالدها الملك سلمان صبيحة اليوم التالي الأمر الذي أثار دهشة الوالد على سرعة تنفيذ رصدت عدسات الكاميرات اللقاء الجميل الذي جمع الملك بشعبه العاشق كما كانت الفتاة المكلومة صاحبة المشهد الأكثر حزنا في تلك الواقعة الفريدة من نوعها كانت أيضا صاحبة المشهد الأجمل في تلك الصورة الأخيرة جاءت مهرولة وكأنها عصفور آن الأوان أن يفك أسره ويخرج من بين جنبات قفصه حتى تستقر راحته في عشه هادئا مطمئنا الأمر الذي أعجب الملك سلمان واحتضنها كإحدى حفيداته بابتسامة جميلة تنم عن مدى حبه غير المسبوق لها وفي نهاية المشهد قرر الملك أن يداعبها بكلمات رقيقة تناسب سنها الصغير فافتسمت له الفتاة فريحة بتحقيق حلمها وستجمع فريد من رجالات الدولة السعودية بداية من رأس الدولة وما من ورائها أخبرونا كيف استقبلتم مشهد استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لصغيرة أبكاها في البداية ولم يغادر مدينتها إلا بعدما ارتسمت الابتسامة على محياها